الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنى وجعله مباركا وهدى للعالمين وأمر عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من بعده أن يوجه الناس ويؤذن فيهم بالحج أن يوجه الناس ويؤذن فيهم بالحج بعدما بوأ له مكان البيت ليأتوا إليه من كل فج عميق ويشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإقامة الحجة وبيان أنه سبحانه هو الواحد الأحد المستحق أن يعبد والمستحق لأن يجتمع العباد على طاعته واتباع شريعته وترك كل ما يخالف ذلك وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فلقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ للناس مناسكهم قولا وعملا وقال للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فشرع لهم أعمال الحج وأقواله وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه صلوات الله وسلامه وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه عليه الصلاة والسلام فسار خلفاؤه الراشدون وصحابته المرضيون جميعا على نهجه القويم وبيّنوا للناس هذه الرسالة العظيمة بأقوالهم وأعمالهم ونقلوا إلى الناس أقواله وأعماله عليه صلوات الله وسلامه بغاية الأمانة والصدق رضوان الله عليهم وكان أعظم أهداف هذا الحج هو توحيد كلمة المسلمين على الحق ويرشادهم إليه حتى يستقيموا على دين الله وحتى يعبدوه وحده سبحانه وتعالى وينقادوا لشرعه وإن لحج بيت الله الحرام آثارا على نفوس المسلمين من خلال مشاهد عظيمة ففي سفر الإنسان إلى الحج لأداء المناسك يتذكر سفره إلى الله والدار الآخرة وكما أن في السفر فراق للأحبة والأهل والأولاد والوطن فإن السفر إلى الدار الآخرة كذلك وكما أن الذاهب في هذا السفر يتزود من الزاد الذي يبلغه إلى الديار المقدسة فليتذكر أن سفره إلى ربه ينبغي أن يكون فيه من الزاد ما يبلغه مأمنة وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وكما أن في السفر عذاب ففي السفر قطعة من العذاب ففي السفر فالسفر إلى الدار الآخرة كذلك وأعظم منه بمراحل فأمام الإنسان النزع والموت والقبر والحشر والحساب والميزان والصراط ثم الجنة أو النار والسعيد من نجاه الله تعالى أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعدة وإذا لبس المحرم ثوب إحرامه فإنه يذكر كفنه الذي سيكفن فيه وهذا يدعوه إلى التخلص من المعاصي والذنوب وإذا قال في الميقات لبيك اللهم لبيك فهو يعني أنه قد استجاب لربه سبحانه وتعالى فما باله باق على ذنوب وآثام لم يقل لربه بها لبيك اللهم لبيك يعني استجبت لنهيك سبحانك وهذا أوان تركه للذنوب وتركه للمحظورات أثناء إحرامه واشتغاله بالتلبية والذكر يبين له حال المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه وفيه تربية له وتعويد للنفس على ذلك فهو يروض نفسه ويربيها على ترك مباحات في الأصل لكن الله حرمها عليه هاهنا فكيف يتعدى على محرمات حرمها الله عليه في كل زمان ومكان وفي دخوله لبيت الله الحرام الذي جعله الله أمنا للناس يتذكر به العبد الأمن يوم القيامة وأنه لا يحصله إلا بكد وتعب وأعظم ما يؤمن الإنسان يوم القيامة هو التوحيد وترك الشرك وفي هذا يقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والظلم هو الشرك وتقبيله للحجر الأسود وهو أول ما يبدأ به من المناسك يربي الزائر على تعظيم السنة وأن لا يتعدى على شرع الله بعقله القاصر ويعلم أن ما شرع الله جل وعلا للناس فيه من الحكمة والخير ما لا يعلم وفي هذا قول عمر رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وفي طوافه يتذكر أباه إبراهيم عليه السلام وأنه بنى البيت ليكون مثابة للناس وأمنى وأنه دعاهم لحج هذا البيت فجاء نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ودعا الناس لهذا البيت أيضا وفي شربه لماء زمزم يذكر نعمة الله جل وعلا على الناس في هذا الماء المبارك الذي يشرب منه الملايين على مدى دهور طويلة لم ينضب ويعلمه السعي بين الصفا والمروة عظيمة حمل أمنا هاجر للابتلاء وكيف أنها كانت تتردد بين الصفا والمروة بحثا عن نفس تخلصها مما هي فيه من محنة وبلاء وخاصة في شربة ماء لولدها الصغير إسماعيل عليه صلوات الله وسلامه فإذا صبرت هذه المرأة على هذا الابتلاء ولجأت إلى ربها في الضراء فلنا فيها أسوة حسنة فالرجل يتذكر جهاد المرأة وصبرها فيخفف عليه ما هو فيه والمرأة تتذكر من هي من بنات جنسها فتهون عليها الشدائد والوقوف بعرفة يذكر الحاج بازدحام الخلائق يوم المحشر وأنه إن كان الحاج ينصب ويتعب من ازدحام آلاف فكيف بازدحام الخلائق حفاتا عراتا غرلا غير مختونين في مشهد يوم القيامة وكذا كما قلنا في تقبيل الحجر الأسود نقول في رمي الجمار حيث يعود المسلم نفسه على الطاعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا إظهار للعبودية المحظة وأما في ذبح الهدي فيذكره بالحادثة العظيمة في استجابة أبينا إبراهيم لأمر الله جل وعلا بذبح ولده البكر إسماعيل وأنه لا مكان للعاطفة التي تخالف أمر الله ونهيه ويعلمه كذلك خلق الاستجابة لما أمر الله لما قال الذبيح إسماعيل فإذا ما تحلل من إحرامه وحل له ما حرمه الله عليه بسبب الإحرام رباه ذلك على الصبر وأن مع العسر يسرى وأن عاقبة المستجيب لأمر الله الفرح والسرور وهذه فرحة لا يشعر بها إلا من ذاق حلاوة الطاعة كالفرحة التي يشعرها الصائم عند فطره أو القائم آخر الليل بعد صلاته وإذا انتهى من مناسك الحج وجاء به على ما شرع الله وأحب وأكمل مناسكه رجى ربه أن يغفر له ذنوبه كلها كما وعد بذلك النبي عليه صلوات الله وسلامه بقوله من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ودعاه ذلك ليفتح صفحة جديدة في حياته خالية من الأثام والذنوب وإذا رجع إلى أهله وبنيه وفرح بلقائهم ذكره ذلك بالفرح الأكبر بلقائهم في جنة الله تعالى وعرفه ذلك بأن الخسارة هي خسارة النفس والأهل يوم القيامة كما قال الله جل وعلا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وفي الجملة فإن الحج مدرسة عظيمة جليلة تربي الإنسان المسلم وتعلمه والفائز حقا من استفاد من دروس الحج وعبره وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ترجمة نانسي قنقر